السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل تعرف ماذا يقرأ في صلاة الفجر وصلاة الصبح بعد صورة الفاتحة لكن قبل أن نبدأ ألمرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو ليقترحه نظام اليوتيوب فيصل أكبر عدد من المسلمين وتعوم فائدة ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله إخواني كرام أمن عن عاصل الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم ونخص هنا في هذا الفيديو ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وراتبتها والموفق من حفظ ما نقلوه واجتهد في موافقة عمله لما علم من غير إفراط ولا تفريد أما سنة الفجر فإنها قبل الصلاة ويؤدها الإنسان خفيفة قالت عائش رضي الله عنها في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين ركعتين كان يخففهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن ويقرأ مع الفتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بقوله الله أحد ورواه البخاري ومسلم أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم من لا نأبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأن مسلمون رواه مسلم وأما ركعة الفرضة فكان هديو صلى الله عليه وسلم الإطالة فيهما قال ابن القيم أجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال مفصل وهي من سورة قاف حتى المرسلات وفي المتفق عليه عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغدات من الستين إلى المئة وعن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور رواه أحمد والصحح الأرباني وقد يخفف أحيانا كما في حديث عمر بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس أي سورة التكوير رواه مسلم وأقل من ذلك ما روى معاذ بن عبد الله الجهني رحمه الله أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلدلت الأرض أي سورة الزلزلة في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود وصحاهم الأرباني وسر تعليق الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتد على تكرار السورة في الركعتين وأقل من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين فقط في إحدى صلوات الصبح ولكن هذا كان في سفر فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير صورتين قرأتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزلي صلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله صلى الله وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ رواه أبو داود وصححه الألباني ولم يثبت عنه صلى الله وسلم لزوم قراءة صورة معينة في فريدة الفجر سوى ما ثبت في فجر الجمعة فكان يقرأ بالسجدة والإنسان فعن أبي هريط رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لاميم تنزيل يعني صورة السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا يعني صورة الإنسان أرواه البخاري ومسلم وجدين بالذكر أن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في غلب الصلوات باستثناء فجر الجمعة هو قراءة الصورة كاملة أو يقسمها على الركعتين وليس القراءة من أواصل الصور أو أواخرها كما هو حال كثير منه نفعل الله وإياكم بما سمعنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم ارحموا في كل من نشر هذا المقطع إخواني كرام انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله فالدال على الخير كفاعله إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي تعم فائدته فالدال على الخير كفاعله